بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين شركة تطوير للخدمات التعليمية ترحب بكم في درس بعنوان مقاييس نقد الشعر ثالثا مقاييس نقد الخيال بداية يا بني ما مفهوم الخيال لديك؟ الخيال في الأدب يا بني هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية ولكن هل أهمية الخيال في الأجناس الأدبية متساوية أم متفاوتة؟ تتفاوت أهمية الخيال من جنس أدبي لآخر فمثلا برأيك يا بني أي الأجناس الأدبية التالية أقل حاجة للخيال؟ هل هو الشعر أم الخطبة والموعظة أم القصة؟ أحسنت الخطبة والموعظة هي الجنس الأدبي الأقل حاجة للخيال لماذا؟ لأن الموقف في الخطبة لا يحتمل التأمل بل يستدعي الوضوح والجلاء بل إن الشعر نفسه يتفاوت فيه الخيال من غرض لآخر برأيك أي الغرضين التاليين أكثر حاجة للخيال؟ هل هو غرض الغزل أم غرض الحكمة؟ أحسنت غرض الغزل هو أكثر حاجة للخيال لكن إلى أين اتجه النقد الأدبي في دراسة الخيال؟ اتجه النقد الأدبي في دراسة الخيال إلى عدة جوانب منها أولا صحة الخيال ثانيا أنواع الخيال لنبدأ أولا بالنوع الأول وهو صحة الخيال بداية اعلم يا بني أن المرد في صحة الخيال يعود إلى الذوق الأدبي بحيث يصدر عن ناقد متمكن أي البيتين التاليين؟ جانب فيه الشاعر بشار بن برد الصواب في الخيال البيت الأول يقول وجذت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت لرجل البين نعلين من خدي البيت الثاني يقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه في البيت الأول يصف هجر محبوبته له بقطع رقاب الوصل وبأن هذا الهجر له رجلين أما في البيت الثاني يقول كأن مثار النقع أي أن الغبار فوق الرؤوس أثناء المعركة مثل الليل والأسياف مثل الكواكب التي تهوي في هذا الليل برأيك أي البيتين لم يوفق فيه بشار بن برد؟ البيت الذي لم يوفق فيه بشار بن برد قوله وجدت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت لرجل البين نعلين من خدي لماذا؟ لأنه تخيل للوصل رقابا وللبين أي الهجر رجلا تلبس الحذا بالطبع الخيال فيه يعد خاطئا وليس موفقا أنواع الخيال اعلم يا بني أن الخيال ينقسم إلى نوعين النوع الأول الصورة الخيالية البسيطة النوع الثاني الصورة الخيالية المركبة ما معنى الصورة الخيالية البسيطة؟ الصورة الخيالية البسيطة هي هي التي تمثل مشهدا واحدا لموقف من المواقف وهذا النوع من الصور هو الذي يكثر لدى العرب لماذا؟ لأنها توضح الصورة بجلاء ولأن العربية بطبيعته لا يحب الإغراق في التشبيه النوع الثاني وهو الصورة الخيالية المركبة ما مفهومها؟ وهي التي تمثل مجموعة مشاهد تضمها صورة واحدة لنحاول يا بني أن نمائز بين الخيال البسيط والمركب مما يلي من الأبيات في البيت الأول يشبه الشاعر الشمعة والنار تشتعل فيها حتى تنتهي بعمر الإنسان والأجل فقال كأنها عمر الفتاة والنار فيها كالأجل أما الأبيات الثلاثة التالية فيصف البحتري يصف ذهول وفد الروم حينما قدموا على الخليفة العباسي فقال حضروا الصماطة الصماطة كلمة نستخدمها في العمية بمعنى ما يضع عليه الأكل قال حضروا الصماطة فكلما راموا القرى أي الطعام جالت بأيديهم عقول ذهلوا تهوي أكفهم إلى أفواههم فتجوروا عن قصد السبيل وتعدلوا أي أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا الطعام فإنهم يظلون أفواههم من شدة حيرتهم يقول متحيرون فباهت متعجب مما يراه وناظر متأمل برأيك أين الخيال البسيط وأين الخيال المركب البيت الأول يمثل الخيال البسيط والأبيات الثلاثة تمثل الخيال المركب بذا يا ابني تعلمنا أبرز مقاييس نقد الخيال أولا صحة الخيال ثانيا نوع الخيال بنوعيه الصورة الخيالية البسيطة والصورة الخيالية المركبة هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد